كما كان يفترض الملف اليمني أحد أهم ملفات القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي اختتمت أعمالها في المنامة وخلال يومين ناقش قادة الدول الخليجية الست بالإضافة إلى رئيسة الوزراء البريطانية الملف اليمني وسبل الحل الممكنة في البلد بعد عامين من الحرب وفشل كل مساعي الحل السياسي في الكلمات التي ألقيت خلال أعمال القمة وفي بيانها الختامي غاب الحديث عن الحل العسكري بعد عامين من العمليات العسكرية في اليمن والتي تقودها دول المجلس وبذلا عن ذلك حضر التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبحسب البيان الختامي للقمة فإن الملف اليمني كان حاضرا في ثلاثة محاور أولها دعم جهود المبعوث الأممي لليمن في مساعيه للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وثانيها التأكيد على أن أي حل في اليمن يجب أن يتجاوز مرجعيات الحل المعتمدة وهي إشارة إلى دعم موقف الحكومة الرافض لكل مساعي الحل خارج هذا السياق ممثلا بخارطة ولد الشيخ الأخيرة أما المحور الثالث فهو التحضير لمؤتمر إعادة إعمار اليمن والذي سيكون ضمن أنشطة مجموعة أصدقاء اليمن التي تقودها السعودية وبريطانيا ولكنه سيبقى مرهونا بانتهاء الحربي وإحلال السلام في البلد اللافت في هذه القمة هو الحضور البريطاني والمواقف التي أطلقتها رئيسة الوزراء البريطانية والتي أكدت دعم حكومتها لتوجهات دول مجلس التعاون وتشاركها مع هذه الدول نفس وجهات النظر حول مختلف قضايا وأزمات المنطقة والاستعداد الكامل من جانب بريطانيا لمشاركة دول المجلس في مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة وعلى رأسها الخطر الإيراني في كل من سوريا واليمن